أستاذ زغادة تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ زغادة فضل ونعمة الحمد لله أحدثك أنا لا يسؤال بس ما عنش تفضلي بس حدثك أنا عندي تجعل 30 سنة نعم متجوزة بقلي 3 سنوات نعم وعندي شوية مشاكل كده وطعبانة يعني نفسيا والسقة متضحة ومشاكل كده بخصية نعم أنا جوزي حدثك حياته ميسورة شوية يعني يعني أرزقي وحياتنا صعبة شوية بس هو بيعمل كل اللي عليه بصراحة طي بس أنا على طول في خان أو على طول في يعني بعمل مشاكل من خانئتي وعطول العصابي تعبانة ومش طيقه ومش طيقه العيشة وتعبانة جدا أنا بصلي وبقرق قرآن وبقتل من مصحف بس برضو مش عادة رتاح في حياتي أقول لحضرتك بص يا أستاذة غادة المسألة كلها أنت يكتل عند حضرتك أن أنت حاسة أن أنت تستحق أكتر من كده أنت حاسة أن الوضع اللي أنت فيه والحالة اللي أنت فيها دي مش مناسبة ليك وأن أنت تستحق أفضل من كده أنا عايزة أقول لك حاجة مش هقول لك أن أنت عليك أن أنت تعرفي أن ده اللي أنت تستحقيه لا لا خالص مين قال لك أن ربنا مش مدخلك أفضل من ده بس هو مدخلك أفضل من ده لما أنت تكون نفسيتك جاهزة لده إيش حالك أنت لو ربنا إدي لك حاجة أكتر من اللي أنت فيه ده وبعدين تفتنتي أنت شخص شايفة نفسك مميز وشايفة نفسك أن أنت تستحق أكتر من ده كويس بس إيه اللي حاصل كل ما الواحد يوطن نفسه على الرضا وعلى التسليم لخضاء الله وكل ما عاش بهذا المعنى كل ما ربنا وسع عليه لأن في بعض الأحاقيين بيحصل للإنسان أنه الرزق في الصوري الصوري اللي هو إيه في الرقم يعني في الصورة وفي الرقم بيبقى كتير بس الواحد بيبقى حسس بالديق يبقى ربنا الديق اللي أنت حس بيه ده ديق عشان ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك مش عشان يديق عليك أنت لو فهمت بقى القصة كلها أن أنت الديق اللي عندك ده عشان أنت رو رضيتي ربنا عيوسع عليك في كل اللي جاي عتلاقي حياتك أفضل بكتير يعني إيه ببساطة خالص فمن رضي فله الرضا اللي بيرضى ربنا بيوسع عليه ولذلك ما زاد الإنسان الرضا إلا سعة ولذلك اللي بيرضى بقضاء الله الله سبحانه وتعالى يراضيه ولذلك دمعنا من معاني رضي الله عنهم ورضوا عنه لأنك إذا رضيت عن الله يرضيك الله سبحانه وتعالى فلذلك ببساطة خالص تبتعملي إيه؟ عشان ما بقاش أقولك كلام ما تقدرش تنفذيه إيه اللي حاصل؟ اللي عندك ابني عليه وبتدي يبقى عندك أمل البكرة وخطط البكرة وحاول ترتب ترتب البكرة وتشوف اللي في إيدك ده ممكن تعملي إيه؟ بيه البكرة دوة تعي رياحك كتير قوي 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 أن أنت تبصي ويبقى عندك أمل هو ده اللي يريح حطرتك في الوقت اللي أنت فيه أستاذة غادة نعم